ألف مبروك ألف 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 مبروك للشعب المغربي لكل ما هو مغربي مبروك للعرب مبروك لأفريقيا إحنا أمام حدث غير عادي حدث كبير جدا حدث يعني لازم نقف قدامه كتير وحدثين وراء بعض يعني كاس العالم هي الفرحة الكبيرة هي الحاجة اللي تشرح القلب كده يعني بعد جهد كبير وبعد تعب المغرب بيلاقي تعبه ودي حقه يعني استضافة عشرين خمسة وعشرين أم أفريقيا وبعدها بأقل من أسبوع إعلان أن المغرب يستضيف كاس العالم دي حاجة كبيرة جدا 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 المغرب يستحك على استحقاق من يشككه أن المغرب في إنحياز دي ناس ضعيفة ناس مريضة تحية للشعب المغربي تحية للملك محمد السادس تحية للراجل اللي اختاره الملك فوز الأججح إن هو الراجل دي غير الخريطة الرياضة المغربية على تماما الرقي في كل حاجة البنية التحتية يعني الملف المغربي إن كان في الأمم الأفريقية ولا في كاس العالم هو الأكبر العالم يقف تعظيم سلام للمغرب وتحية كبيرة لكل من قاموا على هذا الملف حاجة تشرف حاجة فيها فخر أنا براهن على الشعب المغربي إن عشرين خمسة وعشرين هتكون مرآة لتنظيم كاس العالم المغرب مرشح إن هو ياخد كاس العالم الأندية كمان عشرين تسعة وعشرين فكل الجهود دي من وراها دبلوميسية والسياسة قوية إرادة سياسية وإرادة شعب ألف ألف مبروك وإن شاء الله هننظم بطولة كاس عالم مختلفة أتمنى من الله عز وجل إن هي يكون الافتتاح أو النهائية على مركب محمد الخامس أو الملعب الجديد اللي هيتعامل في بن سلمان المغرب قادر إن شاء الله يشرف العرب ويشرف الأمة الإسلامية ويشرف العالم إنها تكون كاس عالم استثنائية وليخلي كمان كاس عالم جميل والعشق الجمهير المغربية لكرة القدم أتمنى دايما التوفيق للمغرب ومن نجاح لنجاح ودي نجاح صاحق 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 عشرين خمسة وعشرين ما كانش فيه يعني هم أجبروا على انسحاب مش أجبروا إنهم لقوا الملف بتاعهم وليل كمان المغرب أول ما هو اللي أول ما الملف بتاع بانضمام المغرب للبرتغال وأسبانيا هو اللي إدى قوة للملف فدي نتيجة جهد وعرق يستحق المغرب إن هو يكون من الكبار وآخر إنجاز إن شاء الله ليه ما ناخدش كاس العالم أتمنى أن ناخد كاس العالم إحنا كنا بنقول إحنا فين أنا كنت متفائل في إن وليد الرجراجي يوصل لدولة 4 وإن شاء الله ناخد كاس العالم على رأي وليد الرجراجي في مؤتمر على مباراة على جانب مباراة أسبانيا ليه ما نحلمش أفريقيا تاخد كاس العالم إن شاء الله أنا أخد كاس العالم من أرض المغرب إن شاء الله وبالمغرب إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر